ما تشبه لكم شي حاجة أم لا؟ ماذا معا؟ ماذا معا؟ ماذا معا؟ ماذا معا؟ ماذا معا؟ ناري هذا المسك هذا خطير جداً رائع 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 ماتي كثيري لبس عليكم أتمنى تكون أكلكم بخير وصحة وعافية وعودت إليكم من جديد بفيديو جديد ربطولية بسافة نبات كيفية إزالة الرؤوس السوداء بطريقة هي بسيطة ولكن بطريقة يعني لا نريد سنة ولا شهر ولا شهرين ولا خمستاشر يوم يجب أن تكون رؤوس السوداء ويجب أن تكون بقوة يجب أن تكون رؤوس السوداء ويجب أن تكون هائلة جداً ويجب أن تكون مغاليج ويجب أن تكون زعمة للمكونات متاحة ومتوجه في أي بلد لا تكون هنا في فرنسان ولا تنسون الجزائية فيديو اليوم سيكون عن وصفة وصفة لإزالات الرؤوس السوداء بطريقة بطريقة ويجب أن تكون رؤوس السوداء سوف تشوفهم هذه الخارجة سواء فوق الأنت أو فوق الدق مكوناتها مكونات لهم رخيصة جداً موجودة في جميع بلدان أنتع العالم سوف يرسوا لهم سواء في الفرماسيان أو فوق الدق أيضاً نحن لكم اليوم على الوصفة بالنسبة للمكونات هذا الوصفة مكونات من بينهم و أقول لكم في هذا الفيديو خاص للأسنان هذا الفحم الأسود هذا الذي يشريته من أمازون و أولا هو تلك تكنوا بأن أشريته بأمزان 7 أورو 8 أورو سوف ينقر له الآن سوف يدخل له فيه الوجه و ثناني و سوف يدخل له السوداء و قدميه السنان المتعي يعني فيديو متع طبيض الأسنان ارسل لكم فيهم خلال انتعوا الوصفات ستلقاوه على القناة انتبه فيديو اللي هو الان الإعجاب العديد منكم سروا شوفوه بالمسبب لهذا الفيديو سنحيط معكم الرؤوس السوداء بهذا المكون أو بهذا المنتوج هو الفحم الأسود ولكن فحم أسود بحده لا أخذ شيء نقلكم وخاصو يكون من أحسن ديرون فحم أسود لهو يكون بيو يعني لا تشلوش أي فحم أسود يكون فيه بواحد المواد لهو ماشينيك يكون فحم أسود فحم أسود وعندكم تشلو فحم أسود والطحنه تشلو فحم أسود غبرا لكنه الفرماسي لا تغليش بزاف ولا تغليش ولا تغليش بالفرماسي بالنسبة لهذا الفحم أسود سنخلطه معيش مع الكولة الدرس الصغر خالية من مواد سامة يعني وخاقع الدرس الصغر يمكن أن يديرها في أمه لا تضره و لا تضره و لا تضره و لا تضره شريطها من أمازون ستلقوها في أمازون و ستلقوها في المكتبات هي خالية من المواد السامة و خاصة بالثالث الصغر ستلقوها في المنتجات ستلقوها جيدة هذه بحرقة شريطها من أمازون و بالنسبة لفحم الأسود شريط هذا كان بزاف متع مراخ كان بزاف متع أتمنة أنا شريط هذا تمانتع مناسب من أمازون و احتشفت بأنه بزاف نتكاتبين عليه بأنه منتوج سوف تشوفوا معي كيف تنزيل الرؤوس السوداء بطريقة عجيبة جدا في المنخى منتعي و في الدق منتعي يلا هم معي و لم تفلتوش النصائح اللي تم قولها لكم و أنا يتنزيل هذا المصرش هذا راهوه واحد المصرش اللي هو ثعاج جدا و النصائحتهما تعالين جدا يلا هم معي و نبعد يدو على بركتي الله لتحضير المصرش مكوناتهما سهلة الفحم الأسود والساقة منتعت الداري الصغار هذي ستلقوها كما كنت لكم في المكتبات بالنسبة ل هذا الفحم الأسود على الليمحة هذي ستلقوها و ستلقوها كما استغلت تأكيد و ستضع فحم الأسود و ستخلص لها و ستتخلص بها الفحم الأسود و دخلص و دخلص لها و دخلص لها و دخلص لها سوف نخلط كلية بحال هذه العجينة سوف نعود الثاني للبطا وهذا هوين سوف نستعمل البطا سوف نقبط هذه الريشة سوف نقبط هذه الريشة سوف نقبط فوق الوجه سوف نقبط فوق الملخ فوق الودي سوف نقبط فوق الوجه تدري الوجه انتك وتعطيك واحد لماعانا و واحد لك لاني ما غادش درك نهائيا الوجه انتك هنا وهنا غدي حيث لك فيومني بوينواخ او رؤوس السوداء و الوجه انتك غدي عطيه واحد لماعانا و واحد الاشراء هنا يكون فيك شوية رؤوس السوداء نجي نغملي نجي نغملي و انا نتعيه باكمل هل اشكلكم بان الساقة اللي خاصكم اشيرو خاصة تكل الساقة اللي هي طبيعية يعني ما فيه شغال بخدره شيميك كم ماء بما شر衣ت على عينيه و قاعد بثاف الالف الهور والمتاعي هذه المنطقة التي تكون حضرية مدى تكون تاية مدى تاية ثلاثة تكون لحم تاعة وارطباء مزا دعوكم المسكة لمدة عشرين ستكون حتى نشف خاصية نشف 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 عاد ستأتي العملية لإزالة تاية ستكون واحدة عملية ليا خاصة لحقاش عملية الإزالة ستكون ببطء وبنفس الوقت بسرعة باش تحيدوا لك البنواخ او رؤوس السوداء ستنتقلكم ان شاء الله من بعد عشرين ستحقق او مبعد ما يشف ليا هذا المسكة باش نحيده معا كبيرا الواسطة نشف النعم نشف نشث فوق المنخر نتاعي ونخلي حتين شف سوف يخليك شاقي تغضري ونخلي حتين شف سورة مكنين داكح نحيده دابان من دابا ونخليه شوشي انا ونعاوز نحيده يعني اخذكم تحسبو لي انشاءلا دقيقة بما ينشف لكن شفالي يتام ونقاكم بيشادي صافي دابا غديم دابا على بركتي الله نحيده د 입igعين บير سوف تبليك سوف تبليك سوف تبليك شو معي وصف Fail اخذي هذا المسك خطير جدا رائع 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 أضعي كما تشاهدون رأس السوداء التي كان هنا بها هنا نحض المودي لكم فأنا عمرها لا أترى بأن هذا هو نجاح بدون أن تحضر لك بلاذية جميلة وكيف تتعلق الأفضل بفاحم الأسود لا يجب أن تجد المواد كيموية لا يجب أن تجد المواد كيموية ندروا الطريقة التي أردت لكم اليوم نشيروا فحم أسود يكون نشيط من الفرماسية أو بفرماسية ونشيروا هذه الكولة تكون كولة خاصة خاصة للأطفال ولا يكون لديهم أيضا كما أردت لكم في الأول كما أردت لكم كلها في جيتان تسعدوا 90% من المواد الطبيعية تسعدوا 90% من المواد الطبيعية خلطوهم وديروا هذا المسك كمدت لكم مرة في شهر الوجه وإذا أردت لكم مرة في السيمنة لا يجب أن تجربوا أردوا لي المسك روعة 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 فيديو دعنا نتكمل نتمنى الإعجابكم يجب أن تجربوا هذا المسك مرتين في الأسبوع إذا كان لكم رؤوس سوداء ليس كثيرا لا تكتروا منه أي شيء ما يجب أن تجربوا منه يبدأوا مرتين في الأسبوع في بداية الأسبوع وفي الوسط الأسبوع سيتحيدي لكم الرؤوس سوداء لا سيبقوا لكم بالنسبة للبنات لهم فيهم الحبوب حاولوا تجنبوا يعني إذا كان لكم حمارين ومنفوخين والآن سيحاولوا تجنبوا هذه الرؤوس سوداء ليس كثيرا يبقوا لكم لكم رؤوس سوداء ومعرفة مجرد بإمكانك البنات لأنهم تدروا بهم إنهم يجبوا ليس إلخبار بإمكانهم لذلك ومعرفة هذه الرؤوس سوداء بطريقة عجيبة ورائعة لا يحتاج إلى أن تجربة و معدل مرات حتى تصدق و معدل مرات حتى تتحيطي لك كما قلنا على قناة الثامن كل شيء فضال ستتعلمون معن كل شيء لا تحتاج للكفرة و لا يستطيع اصبحته كل شيء ستعلم من هذا هذا و نحن نعيش عنه فبعل فيما نتعلم نتمنى إذا يعجبكم نتمنى يكون مفيد لكم مرحبوا على الى اقتراحات لكم او اي اقتراحات بخصوص وفديوات قبل ان دولها لكم فتركوا للمشاه vedere في قمتاش لا تنساش نعطي لكم الفيديو تدروا لايك روابط نتعال انستغام ونتعال فيسبوك في صندوق الوصف نتمنى لكم قمصية طيبة وألقاكم ان شاء الله من الجديد مع فيديو جديد بفكرة جديدة اعتني من نفسكم كوني الأجمل اشتركوا في القناة